تشكل الخلافات السياسية بين مختلف المكونات الحزبية في العراق عقبة أمام اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بدلا لمحمد الحلبوسي الذي أنهت عضويته المحكمة الاتحادية رئيسا للبرلمان اختيار بديل لرئيس مجلس النواب العراقي المقال محمد الحلبوسي ما زال يصطدم بعقبة الخلافات السياسية منذ خمسة أشهر تجمع القوى السنية الذي أفرزته اجتماعات الأحزاب بغياب حزب التقدم يرى في خلو مقعد رئاسة مجلس النواب تغييبا للاستحقاقات السياسية لا يجب أن يكون هذا المنصب شاغر فترة أطول من الفترة الماضية وهذا يسبب خلل في العملية السياسية وبالتالي يستوجب علينا أن نقوم بدورنا من أجل جمع الأطراف السنية من أجل المطالبة بجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب جولة مكوكية من اللقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية يخوضها حزب التقدم لوقف ما وصفها بالالتفاف على الاستحقاقات الانتخابية للكتلة السنية الأكبر بينما ترى القوى السنية أن الحديث عنها عرف سائد وليس قانونا يستوجب الالتزام يعني ولد ميتا لأنه لم يوجد لديه أي برنامج أي رؤى تخص المكون وأنا أرى أن هذا التحالف قد تبلور بالضد من حزب تقدم الذي يقوده السيد محمد الحلبوسي تعديل النظام الداخلي للبرلمان العراقي شرط تقديم أسماء جديدة عوضا عن الأسماء السابقة والتي تنحدر من الأحزاب السنية الخمسة وهو ما يسعى إليه حزب تقدم للحفاظ على بقاء المنصبي لصالحه خمسة أسماء ذهبت بها القوى السنية وعادت بها مرة أخرى وسط اعتراضات قوى الإطار التنسيقية على بعضها والحين تحديد موعد للجلسة المقبلة تبقى شخصية الرئيس المقبل مرهولة بالتوافقات السياسية مصطفى سلمان المشهد بغداد ترجمة نانسي قنقر